السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اصدقائق قبل ايش عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس سيصلكم كل ما وجديد في القناة وفقا للضوابط مصرف حكومي يقرر شمول عمال النظافة بالتمويلات الشخصية الميسرة قالنا مصرف النهرين الاسلامي عن اصدار ضوابط شمول عمال النظافة بالتمويلات الشخصية الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي وقالت مديرة قسم الدراسات في المصرف لما عبدالعزيز مصطفى في بيان ان الضوابط تتضمن شمول موظفي العقود عمال النظافة المشمولين بالقرار 315 لسنة 2019 الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حسرا ويستثنى منهم من حصل على قروض ميسرة من احد المصارف مبينة ان من بين الشروط الاخرى ان يكون العامل لديه خدمة لا تقل عن سنتين في احد دوائر البلدية ومستمر بالخدمة واضافت ان على طالب التمويل تقديم كفيل ضامن واحد او اكثر من دوائر الدولة على ان يعادل انصاف صافي راتبه ضعف القسط الشهري وان تتناسب مدة السداد مع سن الاحالة على التقاعد لطالب التمويل وكفلائهم ووجه البنك المركز العراقي في 30 تشرين الاول المصارف المجازة بمنح قروض ميسرة لموظفي العقود عمال النظافة المشمولين بالقرار 315 لسنة 2019 ضمن التعليمات الخاصة بمنح القروض الشخصية الميسرة لموظفي الدولة مصرف الرشيد يطلق سندات بناء للمواطنين بفائدة تدفع كل 6 اشهر اعلن مصرف الرشيد استئناف العمل باستقبال شراء سندات البناء الاصدار الثانية من الجمهور ودعا المكتب الاعلامي الراغبين بالشراء وراجعت فروع المصرف في بغداد والمحافظات واضاف ان التعليمات حددت قيمة السند 500 الف دينار بفائدة 6% تدفع للزبون كل 6 اشهر ولمدة سنتين وسند بمبلغ مليون دينار بفائدة 7% تدفع كل 6 اشهر لمدة 4 سنوات مصرف الرافدين يعلن افتتاح فرع له في محكمة استئناف بغداد اعلن المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين انه تم افتتاح الفرع بحضور مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسن جمال ورئيس الهيئة الاستئنافية الاولى وقاضي اول محكمة بداءة الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق الرصافة وقاضي اول المحكمة المركزية وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة وعدد من المسؤولين والموظفين واكد البيان ان افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المصرفية للزبائن وعملية توطين الرواتب للقضاء وتوفير السيولة النقدية وعمليات السحب والايداع والحسابات المصرفية وترويج المعاملات المصرفية الاخرى ودع البيان القضاء الى زيارة فرع المصرف للاطلاع على الخدمات المصرفية المقدمة لهم فيما اشاد الحاضرون في حفل الافتتاح بهذه الخطوة والالتفاتة من قبل ادارة المصرف التي دائما تواصل جهودها في بذل مساعيها في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع في ايصال المنتجات المصرفية وتذليل العقبات التي تواجه سير انجاز التعاملات المالية اعلان خاص المتقاعدين في العراق اعلنت الهيئة العامة للتقاعد التابعة الى وزارة المالية عن اكمال مختلف المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون الهيئة لكافة الفئات المشمولة لشهر قانون الثاني الحالي والتي تجاوزت الاربعة ملايين معاملة تقاعدية لدى الهيئة وذكرت في بيان المالية العراقية أن الهيئة أكملت معاملات الحقوق التقاعدية والتي شملت فئات المدني والعسكري وضحايا الإرهاب وشهداء الجيش والحشد والشرطة والمصابين أضاف إلى معاملات جهاز المخابرات ومؤسسة الشهداء وقوى الأمن الداخلي ومؤسسات السجناء وغيرها من الفئات المشمولة